اشتركوا في القناة واجب التحقيق فيها للوصول للقاتل اظن من قتله ومن قتل اللواء البطران رحمه الله هل حضرتك ايها المواطن المحترم لما تسمع واحد المفروض انه بيشكك بيشكك الكلام ده معناه بيشكك انه الراجل او بيلقي بالاتهام زي الاخوة العملاء مبارح اللي بيقولك زماله هم اللي قتلوه زمال اللي كانوا جنبه هم اللي قتلوه عشان هو ضد اللي حصل ضد انه مرسي يمشي ده انت صورة مرسي شفتها صورة مرسي شفتها وهو رفع بغض النظر حتى لو ما كانش كده مين هو المجرم إلا اللي حضرتك بتأيدهم دول المجرمين ودول اللي قتله اللي حضرتك بتأيدهم ودول اللي قتلوا محمد البطران عشان حضرتك تفتكر اللي قتلوا محمد البطران هم نفسهم اللي قتلوا هذا الرجل من أمثال اللي حضرتك بتأيدهم هم بالضبط محمد البطران اللي قتلوا مين السجن اللي الإخوان كانوا جواه اللي هم دخلوا عشان يهربوا الإخوان هم اللي قتلوا محمد البطران أنا أهوى حضرتك وقلت فعلا لانه حضرتك بتقول انه اظن ان هو بالضبط الظن بتاع حضرتك ده صح لانه هم اللي قتلوا الراجل ده الشهيد هم نفسهم اللي قتلوا الشهيد محمد بطران اللي هم حضرتك بتأيدهم هم هم حضرتك مقلتش كلام غلط على فكرة بس حضرتك كنت بتكلم على حاجة تانية لكن لا التعبير خانك التعبير الحاجة بتقول عليه لانه الصور لو حضرتك عندك عينين عينين عند حضرتك واحنا عمرنا ما سمعنا حضرتك قبل كده يعني اسمعنا حضرتك بعد تقريبا مارس ابريل 2011 لكن عمرنا قبل كده ما كنا عارفين حضرتك بتشغل ايه ولا قاعد فين زيك زي المئات اللي زي سيادتك عارفين كنتوا بتعملوا ايه واحنا كصحفيين طبعا عارفين الناس زي كانوا فينوا بتعملوا ايه والكلام ده جايين النهاردة تتكلم على شهيد بدل ما تعزيه يا اخي بدل ما تخرجوا تعزوا الراجل تعزوا اسرته ولا انتوا فرحنين لان انا شايفيه نغمة عندكوا كده جزء من هذا الطيار اللي حضرتك تنتمي ليه اليمين المتطرف فرحنين شماتة عندكوا شماتة حاجة من الكراهية هذا الشعب وانا بقول لحضرتك قسم انا عظما هذا الشعب هذا الشعب لن لن يسمح لامثال حضرتك انك تعبر عنه في اي مكان لن يسمح لامثال حضرتك لان انتوا اللي دائما تبرروا للارهاب دائما ما فيش واحد فيكو يطلع يدين الارهاب ويطلع يدين القتلة ويطالب بالقصاص من القتلة لانكو بتؤيد القتلة للأسف تؤيد القتلة والشعب سيقتص من كل من يؤيد القتلة ومن قتلة نفسهم سواء العدالة او الشعب نفسه والأيام جاية وانا هفكر حضرتك هفكر حضرتك وغيرك وامثالك اللي ايده القاتل وايده المجرمين وايده الارهابيين وهذه القناة العميلة هذه القناة العميلة لن يترك الشعب حقه من اي قاتل وانا بقول لحضرتك والأمثالك والكل من ايده الارهاب واللي بيخرجه دلوقتي يهتفوا ضد بلاتهم واجيشهم وشرطتهم ملايين المصريين موجودين وهينزلوا في يوم من الايام اكتر مما نزلوا يوم تلاتين هينزلوا لهدف واحد مش تطهير البصر من الارهاب بس وتطهير مصر من كل خائم كل خائم وكل عميل وكل واحد بسمعناش صوته من مبارح ولا اسمعناش صوته على اللي بيحصل في السينة ولا اسمعناش صوته على اللي بيطلوب تدخل أجنبي بسمعناش صوتك لما بيقولوا الامريكان تعالوا لما بيقولوا الحلف الأطلاس تعالوا اضربوا مصر تعالوا اضربوا جيش مصر يا حج باسم انت وامثال حضرتك على فكرة مش كل دان تبقى انت متدين مش كل من ساب دانه يبقى هو اللي عارف ربنا وهو المسلم لا نهائي نهائي ممكن تبقى ساب دانك وتبقى ترتكب كل الأجرام كل وشفنا وعندين امثلة حية امثلة كثيرة على فكرة يمكن حضرتك نسيت حضرتك وحضراتكم سيتوا ما هما برضو كانوا بدأ شوفوا مسكوهم فين وكانوا معامين وكانوا ايه حضرتك فاكر فاكر عربية طلخة ولا طوخ فاكر مش عارف اللي كان بيعمل عملية تجميل فاكر اللي كان متجاوز من فلان الفلانية الرقاء حضرتك مش دول برضو ولا ايه حضرتك ما دول دقن برضو لكن فيه ناس بدقول محترمين جدا وعارفين ربنا وعارفين دينهم ودول احنا بنقدرهم بيحترمهم لكن مش معنى ان حضرتك من رب داني وتقول كلمتين على تويتر يبقى الناس هتمشوا وراك ده الناس يعني زيك كده انت وغيرك مش عايزة اقولك تعبير مش عايزة اقولك تعبير لان الناس سألته وهي بتعلق على كلامك للأسف للأسف كل يوم نكتشف انه مصر مصر في السنة اللي فاتت شافت مين شافت مين بيحب البلد وشافت مين بيكره البلد شافت مين بيكره الشعب وبيكره بلده وبيكره جيشه شفنا وعرفنا شفنا وعرفنا ايها اشتركوا في القناة